عشر ساعات بل أكثر من البحث عن الرئيس المفقود داخل حدود البلاد سخرت كل أمكانيات الدولة واستنفرت طواقمها دون الوصول إلى نتيجة لتستعين بعدها بطائرات دول أخرى حددت موقع الحادث وتفاصيله الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومسؤولون آخرون لقوا حتفهم بعد تحطم مروحيتهم واحتراقها تداعيات الحدث وأثره المستقبلي على السياسة الإيرانية لا تقل أهمية عن فضح دعاية التفوق الإيراني في المجال العسكري والتكنولوجي وكأن استعراض الصواريخ الإيرانية ومشروعها النووي عبارة عن فقاعة أو نمر من ورق كما وصفتها صحيفة التليغراف البريطانية فالدولة التي تهدد بتدمير الدول الأخرى عجزت عن تحديد موقع حطام طائرة الرئيس إلا بالاستعانة بمسيرة أكانجيا التركية وبمناسبة الحديث عن طائرة الرئيس ومرافقيه المتفحمة فإنها مروحية خرجت عن الخدمة قبل أربعين عاماً فإذا كانت هذه هي المروحية التي تقل أهم مسؤولين بالدولة فكيف بمروحيات الجيش الذي يهدد بمحو الدول الأخرى؟ أهمية إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه لا تتعلق باعتباره رئيساً للدولة فقط وإنما هو شخصية نافذة في المنظومة الحاكمة لدرجة أنه من المنافسين الأقوياء لمجتب الخامنئي لمنصب المرشد في حال وفاة علي خامنئي كما ذكرت صحيفة الفاينانشل تايمز حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الذي لقي مصرعه رفقة رئيسي تصفه صحف غربية بأنه مهندس سياسة الخارجية الإيرانية وتربطه بالحرس الثوري علاقة قوية ومن المؤثرين في كواليس الصراع الخفي بين أجنحة النظام الإيراني فمصرعه قد يكون مؤثراً أكثر من وفاة رئيس الدولة كما يقول مراقبون يحاول النظام الإيراني تغطية على تداعيات الحدث بتعيين فوري لمحمد مخبر المقرب من خامنئي لرئاسة البلاد وعلي باقري لوزارة الخارجية دون أن تطرح حتى الآن حتى ولو شكلياً قضية فتح تحقيق بالحادث الذي شكل صدمة سياسية وفضيحة إدارية وأظهر النمر الوراقي الإيراني على حقيقته